موسيقى 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 رغم الألم والعذابات ها هي أنطاكيا تجدد دعوتها مدينة الله العظمى عاصمة سوريا على مدار قرون وقبلة المشرق التي خبى حجرها ولم يخبو نورها ها هي من دمشق تحتفل بتنصيب بطريارك جديد للروم الأوثوذوكس تجمع فيه الناس من مشارق الأرض ومغاربها احتفالا بالراعي الجديد يحن العاشر هنا في المريمية حيث مر بولوس قبل أن يذهب إلى العربية وحيث جلس ملوك تغلب وغسان وصل الأخطر مقر الكرسي الأورثوذوكسي الأمطاكي المشرقي منذ حوالي سبعة قرون من هنا سيحمل البطريارك الجديد صليبه ويتبع معلمه فسوريا في أزمة تطال جميع أبنائها وهو يرث عرشا كنسيا أنطاكيا في عالم تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويفتقد المحبة أساس الرسالة أجراس المشرق تشكر صاحب الغبطة على تشريفه بالحديث الأول له حيث سنحاول أن نحيط برؤيته ومشروعه وهمومه وطريقة عمله قبل الحوار صورة شخصية لغبطة البطريارك يحنى العاشر موسيقى أولد غبطة البطريارك يحنى العاشر عام خمسة وخمسين في مدينة اللاذقية على الساحل السوري من عائلة اليازجي التي تعود أرومتها إلى بلدة مرمريتة في واد النصارى والده مناح شاعر وأستاذ في اللغة العربية ووالدته روزا موسى لبنانية الأصل موسيقى درس في اللاذقية والتحق بكلية الهندسة فيها حاز إجازة في اللهوت من معهد القديس حنى الدمشقي في البلمند عام 78 ودكتوراه في اللهوت من جامعة سالونيك في اليونان بدرجة شرف وديبلوما في الموسيقى الكنسية من المعهد العالي للموسيقى البيزنطية في المدينة نفسها موسيقى رسم شماسا عام 79 وكاهنا عام 83 في أبرشية اللاذقية درس الليتورجيا في معهد القديس يحنى الدمشقي وصار عميدا لمعهد اللاهوت فيه لفترتين وتولى رئاسة دير البلمند بين الأعوام 2001 و2005 تسلم رئاسة دير القديس جاورجس الحميراء التاريخي في وادي النصارى وأسس فيه رهبنة انتخبه المجموع الأنطاقي المقدس عام 95 أصبفا على منطقة الحصن بوادي النصارى أبرشية عكار ثم انتخبه متروبوليتا على أبرشية أوروبا موسيقى عند شهور السودة البطرياركية بوفاة البطريارك غناتوس الرابع هزيم انتخب المتروبوليت يحنى اليوزجي بطرياركا جديدا لأنطاقيا وسائر المشرق للروم الأورثوتوكس في السابع عشر من كنون الأول عام 2012 على اسم يحنى العاشر له عدد واسع من الكتب المنشورة منها خدمة المعمودية المقدسة مبادئ الموسيقى البزنطية سيرة القديس نكتاريوس العجائبي الكهنوت وزواج الإكليروس وغيرها وله سلسلة الدراسات الليتورجية من ستة أجزاء وترجمات عديدة للغة العربية شارك في العديد من المؤتمرات والحوارات الكنسية والوطنية وحول العالم أولي غبطته ثلاثة إخوة بينهم ميتروبوليت حلب بولو السيازجي ورمهبة أهلا بكم صاحب الغبطة أشكرك شكرا جزيلا على استقبالنا رغم ما أعرفه عن كل التعب في الأيام الماضية وهذا التعب الذي بدى لذيذا وجميلا لدى الشارع سأبدأ من الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية وتحديدا من حيث أنهيتم عظاتكم بأن الله يريد أن تستعيد هذه الكنيسة الأنطاكية الدور الطليعي الذي لعبته في القديم غبطة البطريارك ما هي الخطوات؟ كيف الطريق إلى استعادة الكنيسة هذا الطريق القديم لها؟ أهلا وسهلا فيكم أولا عزيزي غسان أهلا سيدا وهذا فرح كبير أن نستقبلكم في الكنيسة الشريفة في الكنيسة المريمية في دمشق في باب تومة في الشارع المستقيم حيث كان يتمشى الرسول بولوس في هذه البلد العريقة التي تحمل حضارات وحضارات أصيلة مشرقية وأيضا نحن نقول أن للمسيحية مهدان المهد الجسدي الأول فلسطين حيث ولد السيد المسيح له المجد والمهد الثاني وهو المهد الفكري سورية أنطاكية من حيث انطلقت بولوس الرسول من حيث انطلقت رسالة المسيحية إلى العالم أجمع فأهلا وسهلا فيكم وهذا فرح كبير أن نستضيفكم في هذا المكان في دمشق ونخاطب كل أبنائنا وشعبنا في بلادنا وفي بلاد الانتشار في العالم أجمع من هذه الكنيسة المقدسة تأملت كثيرا بماذا أستطيع أن أن ألخص بكلمتين مشروع الخدمة الكنسية بعد أن المجمع المقدس انتخب في جلسته بطريار كان انتخبني أنا غير المستحق والذي دوما أطلب صلوات أباء المجمع المقدس وصلوات الشعب المحب لله وصلوات الجميع كي نعمل سوية ونتكاتف ونتضامن لكي نقوم ونتمم الرسالة المطلوبة منها تأملت إن كنت أستطيع بكلمتين أن أوصف الخطة العمل التي أرجو أن نقوم فيها والتي أراها ضرورية في هذه المرحلة وارتأيت التالي هذه العبارة أن تكون هي شعاراً لولايتي في خدمتي في الكنيسة بالنعمة ننمو وبالخدمة نسمو وبالمحبة ينسق البنيان نعمة وخدمة ومحبة فإن شاء الله هذا العنوان عنوان شامل وكبير وهام جداً إن شاء الله بجولتنا بحديثنا ندخل في هذه الرؤية وفي آلية التنفيذ هذا التطلع صاحب الغبطة في ظل الانتشار البطركية الأنطاكية الأرثوذكسية في أرجاء العالم إن كان في المشرق وفي بعض بلدان العالم العربي وفي أوروبا والأمريكيتين والجميع يعرف أنه في أمريكا اللاتينية هناك هناك جزء كبير من هذه البطركية وفي أمريكا الشمالية هناك خمسة ملايين أرثوذكسي على الأقل في ظل تعدد الثقافات التي يذهب إليها المشرقيون الأنطاكيون هل يمكن للكنيسة فعلاً أن تحافظ على مشرقيتها هذا ما نعتقده ليس فقط ما نرجوه ما نعتقده ونسق به وما نعمل دوماً من أجل تثبيته نحن من هذه البلاد من هذه الديار والمسيح كما ذكرت ولد في فلسطين وانطلقت الرسالة من هذه الديار من سوريا فتراثنا حضارتنا انطلق ونشأ في هذه الديار ونحن ككنيسة أنطاكية مشرقية أقول جذورها ضاربة في هذا المشرق العربي منذ سنين طوال ونحن بالطبع متمسكين متمسكون بهذا التراث وبهذه الجذور وأنا كما تعلم خدمت لمدة تقريباً خمس سنوات في أوروبا في مطرانيتنا في أوروبا التي كان مركزها في باريس وكنت أذكرهم دوماً لأبنائنا أننا على الأقل أمرين أساسيين الأمر الأول الذي هو كناسي أو روحي في خدمتنا والطابع روحي والكناسي والأمر الثاني الذي هو الحفاظ على تراثنا على تراثنا تقاليدنا عاداتنا ليس فقط الدينية حتى عاداتنا أكلنا شربنا الطرق التي كيف فيها يعقد يتم فيها الإكليل المعمودية العادات وبريد طمنك وإلك أن نشكر الله كل أبنائنا بكل أطيافهم بتشعر أن هنا محافظين على عاداتهم لا بل أكتر من هيك أنا كنت إلا ببعض الأحيان أنت تعرف أوروبا جيدا أنا أعي ذلك ودرست في اليونان سيدنا ألا يخشى أن يصبحوا نوع من القيتو لأنك تعرف أن الغرب هو منفتح على بعضه وعالم عولم نعم العالم صار قرية صغيرة ما في شك وهذا خطر موجود نعم ودائما كان موجود ولكن بها البساطة وبالعامية دعني أقول أن شعبنا ابتشار منذ ولادتهم الحليب الذي كانوا يرضعونه من صدور أمهاتهم يحمل في طياته النور والمشرقية وهذه الأصالة وهي لا تمحي هذا أمر مفرح سيدنا هل هذه المشرقية هي نفحة من الروح يمكن أن يحملها المرء رغم كل عذابات الهجرة نعم وبعتقد نحن لنا رسالة كبيرة وعندما عشت هذه الفترة في الغرب أدركت حياتياً وعملياً الشرق والغرب وقد يكون التطعيم التزاوج بين هذا الشرق والغرب أمر مطلوب وهي رسالتنا الكبيرة التكنولوجيا الطرق الإدارية وإلى ما هنالك الموجودة في الغرب قد نحتاج نحن منها الكثير عالم المعرفة ولكن الغرب يحاج إلى المشرق والجسد بدون الروح يموت صاحب الغبطة أنت تعترف بوجود غبار الغبار حول لؤلؤ ثمينة كما قل نعم هي الكنيسة الأنطاكية وتدعو الجميع للتجند لكشح هذا الغبار هل يمكننا وأنا أعرف صراحتك جيداً أن نوصف للناس كيف تراكم هذا الغبار وكيف يمكن كشحه؟ هذا حديث يطول ولا أعرف جزءاً صغيراً نحن الكنيسة هي المجموعة من البشر ولهم الطابع البشري الكنيسة تحمل الطابع الإنساني البشري من ناحية وفيها الطابع الإلهي والروحي من الناحية الأخرى ونحن كبشر وناس عاديين نعيش في هذا العالم نتأثر ونؤثر بأشياء كثيرة وعلى مر العصور ولأسباب سياسية واجتماعية وفكرية وثقافية وإلى ما هناك في مناحي كثيرة من حياتنا الكنسية الروحية دخلت هنا أو هناك على مر العصور عدات كثيرة حتى في بعض النواحي الدينية البحثة وفي التقوص في خدمة المعمودية المقدسة في سر الإفخارستية القداس الإلهي في ممارسة الأكاليل صلوات الجنازة كما نسميها على الذين يرقدون بالرب وإلى ما هناك دخلت ممارسات كثيرة عدات كثيرة منها الأصيل ومنها غير الأصيل نحن بحاجة إلى إزالة ما هو غير أصيل والذي يغطي ما هو أصيل لكي نعود إلى الجوهر إلى المعنى الحقيقي في أعيادنا في عيد الميلاد في عيد الفصوح نمارس أمور معينة اجتماعية وغير اجتماعية دعني أقول مثلا عيد الميلاد عيد الميلاد تحول إلى حدث اجتماعي في كثير من المناطق وفي الغرب بشكل خاص وأصبح مناسبة اجتماعية يصرف تصرف فيه المبالغ التي تصرف في رأس السنة لتقديم الهدايا يمكن تعيش كل فقراء الموجودين على الأرض ما هذا هو عيد الميلاد عيد الميلاد ما بس هو أكل وشرب ومباهج ومظاهر معينة من هذا القبيل وشجرة ومغارة وإلى ما هناك وهدايا عيد الميلاد هو الحدث الإلهي أن الرب أحب الإنسان لدرج أنه أراد أن يفتديه فأتى إلينا لكي يخلصنا فنحن وعلينا أن لا ننسى الجوهر أن نتذكر هالمحبة الإلهية وأن نتقبل هالقيم وأن نعم الإلهية الآتية إلينا من السماء كي يتجدد الإنسان ويجد السعادة والفرح الحقيقي الذي يريده الله لنا ولا نكتفي بالقشور وبالأمور الخارجية فقط هذا على سبيل المثال للتوضيح أشكرك سيدنا دعني إذا سمحت لي أن أسألك قلتم أنكم ستصيرون بالعلاقة مع الكنائس المشرقية الأخرى هل من رؤى يعني للتعاون والتعاضد الذي طالبت أيضا في عيضتك الأبرشيات في الكنيسة الأرتدوكسية أن تقوم به مع الكنائس الأخرى نعم نحن في الكرسي الأنطاكي أولا وهذا معلوم لدى الجميع وعبر التاريخ قلبا منفتاح وزهنا منفتاح دوما وأداة تجميع ولقاء ونحن نؤكد أننا سنسير على هذا الخط الذي حققه آباؤنا وأسلافنا عبر التاريخ وأن يبقى الكرسي الأنطاكي هالعنصر الذي يجمع ويلملم الشمل دوما كمسيحيين أولا نحن على علاقة طيبة مع جميع رؤساء الكنائس السادة البطاركي الموجودين هنا في الشرق وحتى في الغرب ورؤساء الكنائس المسيحية والدليل على ذلك بشكل بسيط جدا أنه في حفل التنصيب أتى الأخ الحبيب غبطة البطاركي الراعي من بيروت أراد أن يأتي إلى دمشق لكي يشاركنا مشكورا هذا الحفل وشاركه البطاركي غريغوريوس وسائر الكنائس الأورتولوكسية الكنيسة السريانية وسائر الكنائس الأرمانية وإلى ما هناك كي لا ننسى أي كنيسة هذا الدليل بسيط وواضح على هذا التعاون وهذا الانفتاح كلنا على بعضنا البعض ونحن نأمل ونرجو أن كلنا نصلي من أجل الوحدة ومن أجل التعاون ولكنني أأمل وأرجو أننا لن نكتفي فقط بالصلاة بل سنقوم بكل الجهود وأنا ذكرت في كلمتي بمواقف قد تكون أسمح لنفسي وأقول جريئة ونبوية كي يأتي ذاك اليوم في الذي ينعم عليه ربنا أن تلين قلوبنا وأن تنسح قلوبنا وأن نشترك جميعا في الكأس الواحدة وأن نعطيها الصورة الجميلة أن كنيسة المسيحية كنيسة واحدة صاحب الغبطة حتى ما أبقى بالمجال الفكري الشارع يسألنا جميعا هل فعلا لا يمكن للكنائس المشرقية هنا أن لا تستطيع توحيد عيد الفصح سيدنا سأقول لك وأنا أحد الأبناء الموجودين في هذه المنطقة والدتي أرتوديكسية والدي كاتوليكي زوجتي مارونية أولادي مع من سيعيدون عيد الفصح هنا في 35 يوم جايين الناس تسأل هذا السؤال ألا يمكن لهذه الكنائس التي نبتت من مهد السيد المسيح أن تجد قاسما مشتركا سيدنا نعم أيضا هذا موضوع يطول الكلام عنه ولكن دعني أن أؤكد على موضوع تعييد عيد الفصح وسائر المواضيع الأخرى الأمور التي تساعدنا كي نجد الحل الحقيقي وأن نتوحد ونجتمع مع بعضنا البعض لا يتحقق فقط بالحوار وكأننا عندما نقول بالحوار والديالوج والنقاشات وإلى ما هنالك كأنه هناك في طرفين أو ثلاثة جماعة مختلفين مع بعضهم وكأنه عم يتحد إكس مع واي أو كنيسة مع كنيسة وإلى ما هنالك نحن كلما اقتربنا من الله ومن الكتاب المقدس واتحدنا بكلمة الله هذا يساعدنا أوتوماتيكيا فنرى بعضنا متحدين مع بعضنا البعض هذا يتمنى أن لا ننسى لأنه إذا ما عملنا هيك عم تدخل في نقاشاتنا وأبحاثنا مع بعضنا البعض أمور كثيرة إثنية قومية سياسية اجتماعية إلى ما هنالك مصلحية أمور كثيرة وهذه تغذي البعد بين بعضنا البعض فلنتذكر هذا الأمر من ناحية ولكن أعود وأجيب رغم كل هذه الصعوبات صار عبر التاريخ وخاصة في الآوين الأخيرة مساعي جدية ونشكر الله أنه صار هناك تقارب كبير وكثير بين كل الكنائس بين كل الكنائس ونرجو بشكل خاص عيد الفصوح عيد الفصوح نحن كما تعلم هناك تقويم شرقي وتقويم غربي وكانت سائر الكنائس الأورتولوكسية في العالم كله تتبع التقويم الشرقي ومن ثم الكنيسة الغربية اتبعت التقويم الغربي وهذا قال إلى أن لا نعيد أي عيد وليس عيد الفصوح مع بعضنا المعض لأنه صار في فرق 13 يوم بكل الأعيار فرأس السنة الميلادية واحد كانون الثاني في التقويم الغربي هو 13 كانون الثاني بس هو رأس السنة في التقويم الشرقي وبالتالي لا عيد الميلاد ولا عيد البشارة ولا عيد مارجرجوس ولا عيد مارمطانيوس ولا يوم على مدار السنة بل 365 يوم صارت الرزنا ما مشترك فأخذت الكنيسة الأرثتوكسية هذا الموقف كل كنيسة في وقت ما من سبعين سنة من مئة سنة أمر من هذا وبدلت التقويم الشرقي بالتقويم الغربي وهذا سرى على كافة الأعياد على مدار السنة كاملة عدا عيد الفصوح وهذا في بعض الأماكن دفعنا ثمنه غاليا جداً في بعض الكنائس مثلاً في اليونان على سبيل المثال عندما أخذت الكنيسة اليونانية هذا الموقف في قسم كبير من الشارع من الشعب رفض هذا الأمر واعتبره ضلالاً هذا القرار من المجمع المقدس وانفصل عن الكنيسة الأم مؤسسة كنيسة مستقلة تسمى بكنيسة التقويم القديم وهذا مثلاً ما زال موجوداً في الكنيسة الروسية حيث هناك بعض الصعوبات لاتباع التقويم الغربي هذا التاريخ الذي أنت تفصله وأن تضليع فيه بس أنا سؤالي بكثير بماذا تعد الناس في هذا الموضوع أعد الناس أن نحن متفائلين وخاصة في هذا المشرق والكنيسة الكاتوليكية الروم الكاتوليك الحبر الأعظم قداسة البابا منذ زمن بعيد سمح للأخوتنا كل الذين يتبعون الكنيسة الكاتوليكية بأن يعيدوا في المشرق معنا وهذا تم العمل به في العراق في مصر في الأردن الكاتوليك يعيدون معنا هذا متوقف الآن على سوريا ولبنان ونحن نأمل من الأخوة السادة البطاريكة في سوريا وفي لبنان سوية أننا سنتجاوز أيضا إن شاء الله في الوقت القريب هذا الأمر ونصل إلى أن نعيد كلنا مع بعضنا ونحن نأمل ذلك أعزائي نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع غبطة البطاريارك يوحن العاشر بطاريارك انطاكيا وسائر المشرق لروم الأورثولوكس أهلا بكم من جديد في أجراس المشرق صاحب الغبطة تحدثت عن الشباب ورأيت أن بعضهم يبتعد عن الكنيسة أو يغرق في اللامبالات ووضعت في مقدمة أولويات رعايتكم الجديدة ولسنين مديدة كما دائما أريد أن أكرر نتطول عليك وضعت عملية استعادتهم كيف يمكن استعادة الشباب أمام مغريات وتداعيات هذه الحياة المادية التي نعيشها نعم الشباب الشبان الشابات هم المستقبل ومستقبل ليس الكنيسة وحسب أو العائلة الشباب هم مستقبل البلد والوطن الشباب هم المستقبل بالمعنى الكامل للكلم وأمام هذه التحديات والمغريات التي تذكر في العالم يغرق الوعظ قد يكون هنا أو هناك ويبتعد موضوع القيم المبادئ دوما هذا ما الإنسان بحاجة إليه كما نعلم وتقول الإحصاءات على سبيل المثال أن يعتبر أو يقال من أرقى بلاد العالم البلاد الإسكندنابية ولكن هناك في هذه البلاد التي تعتبر من أرقى بلاد العالم وحيث كل الأمور الحياتية الأمور الصحية الضمان الصحي لما أنا لك مؤمنة العدالة الاجتماعية كل هذه الأمور يقال أن أعلى نسب انتحار بالعالم هناك هذا إذا دل على أمور كثيرة من أهم أن الإنسان رغم تأمين كل هذه الأمور المادية إذا جاز التعبير وكأنه يبحث عن معنى لحياته وإذا فقد هذا المعنى لحياته ينتح ولهذا الشباب نحن نعتبر أن هذا الموضوع موضوع أهم جداً لتججيعهم لتقويتهم للتواصل معهم لاتباع كافة الوسائل والأساليب حتى في الكنيسة على سبيل المثال هذه البشرة البشرة المفرحة في خلاص الإنسان الإنجيل نحن تممت خطوات كثيرة هنا وهناك في الكنيسة في عدة أماكن متقدمة جداً على هذا الصعيد الكنيسة تستعمل كافة الوسائل الإعلام، الميديا، الكمبيوتر، الأنترنت إلى ما هنالك كي نستعمل كل ما وضعه الله بين أيدينا من علم، من معرفة، من تطور، من تكنولوجيا لخدمة الكلمة لنقل هذه البشرة إلى الشباب بشكل خاص ونحن كلنا نعرف أن الشباب هو المتحمس دوماً لأي أمر يعتقد به ويؤمن به وعندما يزلب الشاب ويلتصق دوماً بهذه المبادئ والقيم الروحية الكنسية والدينية والمشرقية والأخلاق وإلى ما هنالك يكون هو السباق دوماً لتحقيق هذه الأمور وبنيان الكنيسة والمجتمع والبلد سيدنا، ألا تعتقد أن جزءاً من هذا الإزويرار أو بعد الشباب عن الحضور في الكنيسة يعود إلى مشكلة بنيوية في الهوية يعني إذا كانت هذه الكنيسة تعبر عن هذه الأرض المشرقية ونحن حتى الآن يبدو أننا أمة لم تكتمل هويتها إلى حد كبير هل لديكم طريقة لوضع بوصلة للشباب للعودة إلى هوية واضحة محددة تربطهم بكنيسته نعم، نحن نفكر في هذا الموضوع ونحن إن شاء الله في المجمع المقدس الذي سينعقد والمجامع المتتالية سأعتقد من الواجب علينا أن نجعل هذه الأمور أو هذا العمل الكنيسي هو ورشة الكل معنوبون بهذه الورشة الشباب والشباب والأطفال والصغار والكبار وعلينا أن نتدارس وإياهم علينا أن نسمع هم أيضا ماذا يفكرون ماذا يقترحون ماذا يقولون كي نصل إلى خطة إلى آلية فعلية للقيام بهذه المواضيع كي يشعر الشاب عندما يكون مثلا في الكنيسة أنه في بيته وأنه في مكان يحبه ويسر فيه ويجد سعادته وإلى ما هنالك هل يمكن أن نعد الشباب سيدنا ببداية فترة جلوسكم على عرش أنطاقيا بمشاريع جديدة أن تذهب إليهم كنيستهم ويعودونهم إليها هل من هناك مشاريع محددة كنيستهم لهم دوما وكنيستنا الأنطاقية والكنيسة بشكل عام هي من أجل هالشباب ومن أجل كل الناس ونحن نثق بثقة كبيرة بشبابنا نعلم ونؤكد لهؤلاء الشباب أن ينضموا جميعا كلنا كعائلة واحدة إلى العمل سوية في هذه الورشة أباء وأبناء كبارا وصغارا أطفالا وشيوخا حتى تكون هذه العائلة هي العائلة المتضامنة مع بعض البعض ويرى الله أعمالنا الصالح هو يمجد أبانا الذي في السماوات جزء من عمل الكنيسة الرعوي هو اجتماعي لأن الكنيسة هي مجتمع بكامله ماذا بشأن النساء والأطفال سيدنا نعم الكنيسة دوما تفكر وعبر التاريخ هذا موجود في الكنيسة حتى في الإنجيل للمرأة دور كبير نرى أن نقرأ في أعمال الرسل وفي الرسائل وفي الأنجيل أن هناك مجموعة من النساء رافقنا الرب يسوع المريمات الثلاث ومرتا في الخدمة وإلى ما هنالك وأكيد نحن نفكر موضوع الشباب موضوع المرأة يجب أن تستعيد المرأة الدور الذي لها في الكنيسة وهناك مجالات كبيرة في العمل الاجتماعي على مجال الخدمة على مجال الأسرة وهذا موضوع آخر مهم جدا نؤكد عليه يجب تفعيل كل هذه العناصر كي يعود معك للمرأة الدور الذي نرجو أن يكون لها في الكنيسة المرأة نصف المجتمع ونحن حتى في صلواتنا في طقوسنا هناك الكثير من القديسات يمكن أكثر من القديسين لا رجل ولا امرأة لا ذكر ولا أنثى في المسيح يسوع في الإنجيل وكلنا عائلة واحدة والعمل الكنيسي يخص الجميل سيدنا هذا الكلام عن العائلة جميل وهو مريح ولكن العائلة المسيحية أيضا هي حجر الزاوية في الكنيسة لأن الكنيسة هي المسيح وهذا الجسد الذي وعادته بمشروعكم نحن أمام عالم تتفتت فيه العائلة العائلة كقيمة اجتماعية كقيمة انسانية كقيمة حضارية كقيمة كنسية هناك الآن آباء لا يخاطبون آباءهم يذهبون العائلة تذهب رويدا رويدا ولم تعد هذه القيمة حقيقة موجودة كيف تريدون إدارة مشروع إعادة لم شمل العائلة نعم الأسرة العائلة أمر مهم جدا هذه كلمات مقدسة كلمة مثلا فلنقول ذلك بابا ماما خي اختي إلا ما هنالك جده سته إلا ما هنالك هذا ما تربين على فيها المشرق هذه كلمات مقدسة مقدسة كلمات مقدسة ونحن بالطبع نحافظ عليها ويجب أن نقوم بكل ما يجب أن نقوم بنسعى إليه كي نحافظ على موضوع العائلة مثلا في أفكار متعددة أن يكون هناك مثلا لجان تهيئ لمعنى ارتباط الرجل بمرأة الزواج كي تكون زيجاتنا ناجحة موضوع الطلاء انفكاك الزوجة عن الزوجة وإلى ما هنالك التهيئة للتربية تربية الأولاد علاقة الأهل بالأبناء بالأولاد الأولاد ببعضهم البعض نستطيع أن نضع بعض البرامج العملية العملاتية وليس فقط التنظير إن كان قبل الزواج في التهيئة للزواج والتربية وكيفية ارتباط الرجل بالمرأة وإلى ما هنالك والاحتضان للأسرة في مرحلة ما بعد الزواج هذه أرجع أعود وأقول ورشة ورشة عمل ولكن علينا أن نطرح هذه الأفكار وأن نسعى لأن نجسد هذه الأفكار بالطرق العملية وهذا اختبر في بعض المطلانيات والأماكن حيث بدأوا العمل بمثلا اجتماعات أو لجان للمخطوبين يأتون إلى الكنيسة أو إلى مكان ما ويسمعون محاضرات ما عن طريقة علاءة الرجل بالامرأة وأمور كثيرة تربوية وغية تربوية وإلى ما هنالك غبطة البطريارك المسيحية المشرقية نزيف هجرة دائم ومنذ قرون عديدة نعم اسمح لي أن أدخل مباشرة هل من مشروع لديكم للحد من هذا النزيف أو لوقف هذه الهجرة بلادنا التي المجروحة والمتألمة والتي تعاني وعانت عبر التاريخ من الكثير مرت هذه الظروف والتي أدت أن البعض من أبنائنا طلبا للقمة العيش أو لأسباب أخرى أن يتركوا وأن يغادروا وهذه الآن أيضا مناسبة كي أحيي كل أبنائنا دون استثناء في بلاد الانتشار إن كان في الأمريكيتين في إستراليا في أوروبا في كل أنحاء العالم وأذكرهم أنهم رفقاء الطريق وأنهم مشاركون لنا في هذا الدرب الذي نسير وأنهم من هذه البلاد ومن هذه الديار ولهذا الكنيسة رافقتهم بعدين وأنشئت الكنائس والمطرانيات في بلاد الانتشار ونحن نعمل سوية في كل المطرانيات في بلاد الانتشار وفي الوطن لخدمة أبنائنا هنا وفي حيث ما وجدوا نعم أعزائي نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مع غطة البطريارك وحن العاشر بطريارك انتاكيا وسائر المشرق للروم الأورثوكس من الكنيسة المريمية من دمشق القديمة أهلا بكم مجددا في أجراس المشرق صاحب الغبطة ما هو دور العلمانيين في كنيستكم؟ بادئ دي بادئ كلمة العلمانيين التي تستخدم مدرج استخدامها في بلادنا ولكن هي غريبة قليلا نحن ما كتير كناسيا حتى في صلواتنا ما نستعمل كلمة علماني الشعب المحب لله الكنيسة كنيستنا جميعا من هذه الناحية لا فرق بين أكليروس وعلماني والكنيسة تخص الجميع وفي الكتابة في الإنجيل نقرأ الكهنوت الملوكي كلنا مدعوون للخدمة في هذه الكنيسة هناك شيء من الوظائفية وهناك الكهنوت المقدس إن كان برتمة الشموسية أو الكهنوت أو الأسقفية إذا ما هنالك ولكن أريد أن يدرك الجميع وهم يدركون كل أبنائنا كل شعبنا المحب أن هذه الكنيسة هي كنيستهم وأرجو أكثر من ذلك ما كتير أرتاح عندما أسمع السؤال أو الكلمة وقال ما هو دور كأنه شخص ما إليه دور وعم ندور له عن دور الموضوع صار كتير ضعيف أنت الكنيسة كنيستك نحن موجودين من أجلك ودونك ما في كنيسة الكنيسة هي هذا الشعب المحب لله وبالتالي وكل ما هو موجود من طقوس من صلوات من قوانين من أنظمة من ترتيبات إلى ما هنالك كلها من أجل هذا الشعب فبالتالي شعبنا كله أريد أن يسمع هذا القول أنه هم في الداخل معنيين بالصميم في موضوع الكنيسة وعلينا بالطبع يمكن أن نعود وأن نفعل أكثر هذه الأمور وأن يشعر جميع أبنائنا أن البيت بيتهم والكنيسة كنيستهم وهم معنون معنيين بالموضوع أن كل واحد له دور معين وأنت تتمم هذا الدور وأنا أتمم ذاك الدور سؤالي هنا هل ستنشئون دوائر؟ دوائر علينا أن لا نختلف على التسمية من علمانين أو من الشعب المحب لله وهذا هو شعبكم جميعاً لمساعدتكم بمعنى أقصد دوائر استشارية من العلمانيين المؤمنين المختصين بالاقتصاد، بعلم الاجتماع، بالشؤون الوطنية لمساعدة الكنيسة لأن تستشري أكثر فيه مجتمعيا بالطبع عزيزي غسان هذا أمر بديهي أعتقد أولاً البطرياركية تعمل وتطلعون أن تعمل بشكل فعال أكثر عبر دوائر ومكاتب متخصصة من مكتب الإعلام أولاً طالما نحن الآن في هذه المقابلة الجميلة اللطيفة مشكورين وهذه الدوائر أو هذه المكاتب أو هذه الورش بالطبع ستكون من أبنائنا قد يكون فيها البعض من الإكليروس ونشكر الله أن نحن الكهنة الأساقفة في أيامنا في كل الكنائس أصبحوا كلهم متعلمون عندهم شهاداتهم وأختصاصاتهم والبعض منهم أساتذة في الجامعات في إختصاصات ما حتى علمية رياضيات وفيزياء وكيميا وأعلام إلى ما هناك وهذا نفتخر ونعتز به وهذا المطلوب أن يكون الكهنة على هذه الثقافة الدهرية إلى الثقافة الروحية ولكن بالطبع العمل ببرشة تقوم على أيدي وسواعد أبنائنا سيدنا نحن في عصر يسبقنا العلم فيه كل صباح نصح دائما كل صباح ونجد منجزا علميا جديدا هو عصر الانفتاح والمعلوماتية وكل وسائل اتصال المعاصرة والحديثة كيف تفكرون بأن تستغل الكنيسة هذا لأن يكون عبارة لها للوصول إلى شعبها الكنيسة من حيث المبدأ دوما تواكب العصر الكنيسة رسالتا أن تصل الكلمة إلى الشعب إلى الناس جميعا وهذا ما فعله أباؤنا القديسون فمثلا الأباء الكبادوك والأباء الكبار عبد العبر التاريخ استخدموا مثلا الفلسفة اللغة اليونانية إلى ما هنالك التي كانت سائدة في عصرهم بالطريقة التي كانت سائدة في عصرهم استخدموها لنقل البشرة نعم ونحن علينا أن نقوم بهذا الأمر أيضا وأن نستخدم كافة الوسائل التكنولوجية بكافة أشكالها وألوانها لنقل الكلمة كلمة البشرة الفرح السلام لكل إنسان نعم قبطة البطريارك لم تستطع في الواقع مجتمعاتنا والبنى السياسي الموجود فيها تحديدا في هذا المشرق أن تصل إلى مفهوم المواطن الجامعة لكل الناس المشتركة في الحياة وبقيت تعتمد على بنى يعني اسمح لي أن أصفها بنى ما قبل حداثوية الانتماء من العشائرية إلى العائلية برأيك ما الذي يمنع هذه المجتمعات من الوصول إلى المواطنة التي تعني المساواة نعم نعم نحن نسعى دوما للتأكيد على هذا الموضوع المواطنة وأننا بغض النظر عن انتماء أي إنسان إن كان الانتماء الديني الطائفي السياسي العشائري العائلي إلى ما هناك أننا في هذه البلاد في هذا الديار في هذا المشرق نحن عائلة واحدة ولا نسعى فقط أحيانا بيستعملوا كلمة التعايش العيش أحلى من التعايش والحياة أحلى من الاتنين حتى أريد أن أؤكد أكثر أن نحن لا نكتفي ونقول أن نؤكد على العيش المشترك أو الحياة المشترك أكثر من ذلك أنت ليس فقط أن تقول بوجود الآخر ولكن بقبوله للآخر هو كما هو وهو يقبلك أنت كما أنت وبالنتيجة نحن مواطنين كلنا في هذه البلاد نشترك في الحضارة في التاريخ في الثقافة في المصير في المستقبل وسوية أنشأنا هذه الحضارة وهذا التاريخ وما يسري عليك يسري عليك وما يسري عليك يسري عليك فعلينا بالطبع خاصة في هذه الظروف التي تمر فيها كل هذه المنطقة وما يسري في سوريا بشكل خاص في هذه الأيام علينا أن نؤكد بالطبع أكثر فأكثر على هذا الموضوع غبطة البطريارك هل لديكم موقف واضح في الشأن الاجتماعي من مسألة فصل الدين عن الدولة أو علمات المجتمع أنتم تدركون أننا أصبحنا أو صنفنا أو صنفونا طوائف طوائف وأنا ذكرت في الكلمة التي قلت مثلا أن الكنيسة هي أبعد من الطائف ونحن نؤكد أيضا على هذا الموضوع ونرجو من الجميع كلنا وإن كنا ما زلنا طوائف طوائف ونقول طائفة كذا وطائفة كذا أن ننفتح على بعضنا البعض وأن نبني مجتمعا مدنيا بحسب الكفاءات وحسب الإمكانيات لخير هذه المنطقة ولخير هذا البلد لأنه لا يبنى إلا على هذا الأساس صاحب الغبطة اسمح لي أن أطرح موضوع إشكالي وهو الآن موجود بيننا في مجتمعاتنا في العالم المعاصر برا أنه ليس موجود غير إشكالي وهو الزواج المدني وقد طرحها مؤخرا في لبنان ربطة البطيارك ما هو موقفكم من الزواج المدني فعلا؟ هذا موضوع أعتقد يجب التداول به أو التعاطي بشأنه أيضا بالتفاهم بين بعضنا البعض كشرائح في هذا المجتمع الذي نعيش فيه كي نصل إلى الخير الذي نرجوه لكل شعبنا لكل شعبنا التركيبة الطائفية الموجودة في هذه الديار في هذه البلاد عند البعض هذا الأمر غير مقبول نرجو أن يبحث هذا الموضوع نداول فيه حتى نتجاوز كل هذه الصعوبات وحتى لا ينسرب الأبناء إلى أمكان أخرى نعم نعم هو الآن مطروح بشكل فعلي وفعلا إذا كان هناك من دور يمكن أن تقوم به كيف يمكن توصيف هذا الدور ربطة البطريارك؟ لأنه في هذا المضمار كل الموضوع الفهم الديني يختبئ وراء كل المواضيع التي تبحث وللأسف نرى في أيامنا أن كلمة الدين أو موضوع الدين أصبح في أحيان ما في مناطق ما هو أداة للتفرقة للتفرقة وللبغضاء للأسف وبألم كبير أي دين يقوم على تفرقة وعلى بغضاء أي دين ولهذا يجب وللمسؤولين الروحيين مسلمين ومسيحيين ولا كل الشرائح المجتمع أن نلعب هذا الدور كي نؤكد كي نؤكد أن الإيمان بالله نحن أنا ذكرت سابقا وأعود وأقول في الإنجيل الشريف هناك الآية التي تقول الله محبة الله محبة وأيضا نحن كمسيحيين نستعمل الصليب وللصليب دفتان دفة عمودية ودفة أفقية الدفة الشاقولية العمودية كي تؤكد أو ترمز نتذكر ارتباط الإنسان بالرب إيمانه بالرب والأفقية ارتباطك بأخيك بالقريب وأخوك هو من هو أمامك ولا يركب هذا الصليب إلا بالإثنتين معا فبالتالي لا تستطيع ولهذا يقول الرسول يحنى في الإنجيل يقول من يدعي ويقول أنه يحب الله وهو لا يحب أخاه قد يبدو التعبير قاسي فهو كاذب لأنه كيف يستطيع أن يحب الله الذي لا يرى ولا يحب أخاه الذي يرى فكل هذه المواضيع علينا أن ندخل إلى العمق الإيمان الدين هو يدفعك يدفعك كي تكون ذاك القلب المنفتح على الإنسان الآخر الذي هو أمامك وأن تعبر عن هذا الإيمان بعلاقتك مع أخيك شكراً قبطة البطريارك عزائي لا يضع صراجاً ويضع تحت المكيال هكذا يحمل أصحاب الرؤى عقولهم وروحهم ويضعونها في خدمة الناس هكذا بدأنا حوارنا مع قبطة البطريارك يحنى العاشر ولن ننهيه هنا ففي جعبتنا أسئلة كثيرة بعد مستغلين رحابة صدره لذلك سنلتقي في القسم الثاني من هذا الحوار يوم الأحد المقبل وحتى ذلك الوقت سلام عليكم وسلام لكم